اشتركوا في القناة واحنا هنوصل صوتكو لكل الناس ان شاء الله وللمسؤولين عشان خاطر نحل كل القضايا هدفنا هو الحل مش مجرد ان احنا نعرض قضايا وخلاص النهاردة الحقيقة بنفتح موضوع مهم جدا والحقيقة بشكر كل الناس اللي بيبعتوننا على صفحات الشخصية على رام العقاد على جروب البرنامج على الفيسبوك برنامج حان الوقت وموضوع النهاردة موضوع مهم جدا كتير من الناس قطاع عريض من الناس للأسف بيجي مثلا نفسه يشتري البنته حاجة عايز يجاهز بنته وجاهز ابنه يشتري حاجات بيروح يمضي على وصولات امانة على بياض والنتيجة انه بيترمي بعدها في السجن انه ما بيعرفش يسدد موضوع مهم جدا 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 ولازم يبعت لنا ثقافة قانونية ولازم نعرف ازاي نتعامل مع الموضوع ده ولازم نعرف قبل ما نشتري حاجة نتعامل ازاي عشان خاطر نسبة كبيرة من الناس موجودة في السجون بسبب الموضوع ده عشان نفتح الملف ده ركزوا معنا جدا الحلقة النهاردة في غاية الاهمية موضوعنا النهاردة بيننورني واشترافني في الاستوديو يكون معايا المحام الكبير طبعا لأستاذ محمد يوسري الديب اهلا بيك يا استاذ محمد استاذ محمد قرسانه حقيقي طيب وايام جميل عليك يا رب ان شاء الله ان شاء الله مصر جدا الله ام امين استاذ محمد موضوع مهم الحقيقة وناس كتير بيقعوا في الفخ زي ما بنقول وفي النتيجة أو النتيجة النائية والمحصلة النائية انه بيترموا في السجون ليه بنوصل لده ده اصل لده لان اولا طبيعة التعاملات بالشكل عن طريق اصلاة الامانة دي هي طبيعة فهائتها بالشكل ده قانوني خطأ ولكن المحاكم تكدس القضايا بالشكل ده ولكن ببقى فيه عبء اثبات بقى على المتهم انه يثبت حقيقة التعامل ما بين الطرفين ما بينه وبين المجنة علي وزي ما حضرتك شرفت في الاول اقول كلام في غاية الهمية ان النهاردة الناس بتضطر وتروح تنضي صلاة امانة على بياض هتجيب حاجة بعشرة تلاف جنيه هتجيب حاجة بخمس تلاف جنيه هيجي النهاردة عشان يكبرك يقول اياه يخوف الراجل اللي هو هيدفع هيدفع يقول والله اكتب لي مثلا عشرين اصال امانة بيبلغ مثلا مية جنيه لو كانت قصة مية جنيه ولا حاجة وطبعا دي كارسة الوحدية زي اقدر من الكارسة الاكبر انه هيك تبصى الامانة على بياض انا عايزين بس الاول يعني نوضح ايه هو الجريمة دي يعني نبسطها كده للناس ليها شقين الشق الاولى وهنتكلم على ايه هو يعني المعنى الدارج لتعالي اصال الامانة هي بتنزل النبل العامة بتقدمها بسمع جنحة خيانة امان جنحة خيانة امان ودي في قانون معناها زي بالتحديد عشان انا برضو يعني الناس عايزة تعرف تعرف القانون مادة 341 من قانون العقوبات يبقى ان يكون الناس عندها ثقافة قانونية تطلع خش وتشوف وقرع مادة 341 من قانون العقوبات هي وضعت خمس عقود على سبيل الحصر على سبيل الحصر للمثال منهم عقد الوديع اللي هو حرطك شكل الاصال الامان اللي هو في الغالب المتعرف عليه في وسط المحاكم والنيابات بيبقى من ثلاث اطراف استلمت انا فلان من شخص فلان ليه توصيله لفلان تمام كده مابلع كزا هو ده الشكل الورقة ده اسمه عقد وديع ايه ده حكاية الاصال اسمها الحكاية يعني ايه يبقى مفروض الواقع دي اللي هي موجودة في الاصال دي تكون تحققت ودي للأسف اللي احنا بنحاول وبنخوض دفاع كبير من المحاكم بنحاول ان احنا نثبتها في قضايا ممثلة بالشكل ده تكون شخص مضقت تضطر على انه هو يوقع اصالة امانة على بيض والنهاردة بنحاول بقى وهنا للأسف يعني بتبقى في بعض الاسبتات ما بتساعدناش قداما ما حكاية ما ان احنا نثبت الواقع دي معلش هو يعني هو قانوني اصلا ولا مش قانوني ان انا امضيك على اصال امانة على بيض ده قانوني يعني مثلا النهاردة فيه هو هو اولا دي عالجتها نص من مدى 840 من قانون الواقباء بتقول ايه يعني في معنى عشان ما نخشش بتقول كل ما نؤتمن على ورقة موقع على ويض وسلمه شخص والشخص ده قام يعني خلاف الحقيقة بكتابة شيء سواء يدر نفسه ده النص ما دي بقول كده شيء يدر نفس نفسه ��ğimو الكاتب هو الموقع على ورق الابياض مم او ماله يوعقب ايه بالحبس 8 سنه ثلاث سنه 4 اقوقة الحبس يعني عقوبة خبس الاسوالي على الأبياض 3 سنه ده لو على خلاف الحقيقة لا على خلاف общем احني لو انت سادتك مصلا ااا قلت النهاردة مثلا ان انت خدت مني ايه 10.000 جنيه مثلا انت رحت كده ولكن هو برضو الي حقيقة ايه زي مهم حكمت النقد اناها اعني я بوسل بسى حركاتك كما حكامت النوضة قالت إيه؟ إن لا يصح حكم شهير جداً وكل القضاء بتستخدمه وأنا برضو يعني حول وحاراتها كل ناس تستفيد منه لا يصح تأسيم إنسان ولو بيعترى فيه بلسانيه أو كتابة إذا كان ذلك مخالف الحقيقة ده اللي احنا عايزين نوضحه اللي هو الإصالة الأمانة اللي هو بثلاث أطراف وده ما بيتمش وده في الحقيقة ما بيتمش لأنه اللي بيكتبه سواء التاجر اللي الناس بتاخد منه البضاعة أو المقرد أو أي جهة وفي غاية طبعاً ما تقول لها تبقى معاملات يعني تجارية ده في حقيقته ما بيتمش الحكاية دي إن أنا أخد فلوس عشان أوصلها لا ده أنا أخدت منك معاملة مختلفة عن طبيعة المعاملة اللي بتحوزها الورقة دي الورقة دي اسمها عقد وديعة أنا أتدع أنا سلمتك ودلعت عندك المبلغ ده على سبيل الأمانة اللي أخلي عندك لما أعوزه حافظه منا بدا المفهوم الإسرائيلي والأمان لك إيه هبنعمل عكس ده طب عكس ده أيوه هو ده برفو علي هو ده اللي أنا عايزين يعني نوصله لذلك إحنا بليه بقناقوا ما بقام المحكرة بنحاول نحنا نوصل الصورة دي وبيعني بكفة الطرق عندنا طرق مثلاً منها ايه سواء مثلا كيمبيالات مثلا ممكن بيجي لي حد بيقوا مثلا شاري مثلا شوار لبنته كبير مثلا جهاز يعني ممكن مثلا عد سبين الف جنيه فقصلا ممكن في الناس بتكتب كيمبيالات او اسرة امانة برضو فبق بجمع ده بس ساعات اصحاب الورق اصحاب المحلات دولة بيكتبوا وعملوا حيال تانية مختلفة بيكتبش اسمه شخصيا بيكتب اسم حد تاني يكون هو واثق فيه ومع طرف تارت بحيث ان هو ينفي العلاقة المدنية ما بين ايه يعني ينفي العلاقة المدنية دي لا يقول لا فعلا الورقة دي ما بين اطراف دي عشان انا ما عرفش اثبت العلاقة دي لو ممكن اثبتها بشهدت الشهود اجيب شهود فهنا بيحصل العملية الصعوبة في الاسبات لذلك احنا بقى بنقول يا جماعة لو سمحتوا ما توقعش على ورقة على بيغات تحت اي ظرف يعني انت هتوصل نفسك اكتبوا قول اتفن مع الراجل قول له مثلا انت لك عندي خمسين الف جنيه مثلا اكتبوا بالخمسين الف جنيه نفس الخمسين اكتبوا بالخمسين اكتبوا بالخمسين وكارش يصال عباني على بيغات لان احنا بنقول هردك اوه احنا بنلاقي صعوبة كمحامي والاضاء لان احنا بنوصلوهم هنا برضو الساد الاضاء احنا مش هنسبت بالعافية والقاضي مش هيجيب دليل من العافية للقاضي ليه دليل يسبت فيه طب اللي على بياض ده سعب بيغير الرقم او بيكتب اللي هو عايزه طبعا يعني ممكن يقول ان هو خد مني مبلغ اكبر ده اللي بيحصل بالنسبة تب تسعيف المية من ال يعني هو خمسين الف يكتبها كتير جدا نوضايا بيجرنا بالشكل ده مثلا اقول لك مثلا ممكن يكون علي حردك عليه مثلا ترى ترى تلات تلاف جنيه ويت ليه كاتف وراء تسعين الف جنيه كتير جدا بيحصل معنا كده بالشكل ده فذلك احنا انا حتى بقول لا يعني انا حتى بس انا ببعض الجهاد ديات او الشركات اللي احنا نتعمل ده ما اتمنتش على حد على وراء على بياض لانه ممكن برضو يجي عليك بالعكس ممكن يقدر اللي هو الموقع ده اللي هو بيبقى متهم ده بمحكمة يقدر يثبت ان الوراء دي كتا على بياض وهم يحبس مين؟ يحبسك انت يعني ممكن اللي هو راح المتهم بقى يثبت يا جماعنا ماضي على بياض وهو راح كتب حاجة عكس ما خلافنا اتفقنا عليه يبقى هو اللي ساعتها الطرف الاخر ده اللي هو بيتهمه هو اللي يتحبس مثلا؟ بالظبط وفيه وليه عكوبة برضو ترسي اللي هي تلتمية واربعين تمام قبليها عطوس عارتك تلتمية واربعين تلتمية واربعين حكمة مشرعة من المسألة دي لما يجيب تلتمية واربعين تلتمية واربعين من كل العكوبات وورا بعض هو عايز يوصل رسالة عايز يوصل رسالة لطبعا للشعب عمومي او مواطنين اقرأ وافهم ان النهاردة اللي هيوقع اللي هي دي مرتين مرتبطين وده في الغالب في الدارك بتحصل في التعاملات يعني انت وليتين ممكن تقعوا في المحظور بالضبط انت خدت ورقة على بيضة بحاجة تكتب فيها ايه؟ هم هدي الفكرة صحب؟ هم هو تعتيها فهمه وقاله لو فكرت تكتب عندك هم خمس عقود على سبيل الحاصر ممكن اقوله بس انا يعني اقول لك هم عقد الاجارة هم عقد الاجارة وعقد ده اللي هم اللي اسمها عقب عقوبة الخيانة الامان التانية التانية الامان هم عقد الوديعة وعقد الراهن وعقد عرية الاستعمال وعقد ايه؟ الايجار هم طيب النهاردة حضرتك ايه اللي هيبسك ورقة على بيضة ويكتب الكلام ده اللي هو مخالف للحقيقة هم طيب ممكن النهاردة يبقى فيه استاذ محامي يعرف يجي الدليل لنفسه هم وهنا بقى انا عايز اقول له حضرتك حتة مهمة جدا هم وولا للناس يعني ايه دي وبرده والاساد زي المحامين زي مالي هم حكم احكمة النقط بيقول حكم شهر جدا ان دليل البراءة لا يشترط ان يكون دليلا مشروعا يعني انا ممكن سادتك النهاردة وانا واقاعد مع حضرتك تحت اي مسمة ليه جوز ان انت تندي قوله على بيات عشان ما تخطش نفسك تحت المسئولين انا عايز اخرج من الفقرة دي باستفادة اللي يتفرج علينا دلوقتي عشان بس نهاية الفقرة عندي عشان عندنا يا جماعة فقرة استغلاثات مهمة جدا تقول لي اه اه تنصحنا بايه ما نمضيش انت قلت ما نمضيش على اي وصلات يعني اندي لها نصايح عشان بتفرج علينا بتطعه عريض من الناس يستفيد اه رقم واحد يعني متحاولش ان ان انت او متتطرش نفسك ان انت تتوقع على ورقة عربيات مهما كي ان الورقة عربيات دي هتدخلك في مسئولية هتكون فيها عقوبة فيها حبس فيها ممكن ستة شهور ممكن سنة ثلاث سنين إيه أنت راح تبسط وتبسط بنتك أولادك في الأخير ما هو ضايق لبحبس فاليه وبالتالي أنت بتجد قدامنا كقانونيين صعوبة نحن سواء كان المحامي أو القاضي أنه هو يثبت لك برأتك أن الواقع دي مش قانونية تمام جده من الواقع دي في حياتها مش قانونية والأمر الثاني إنك يعني مديد يعني ما تكترش أخواني مثلا ما يخلكش تضطر إن انت تكتب كذا إصال أمانة بقيل لي إيه إن ده هيبقى فيه أعضايا كتير عليك وحكيل كتير عليك فبقدر إن كان وربنا وإذا اضطريت فحاول إن انت تجد لنفسك حيلة يعني مثلا قوله اكتب لي مثلا معاه برضو كمبيلات عشان تثبت العلاقة وخليه اكتب لك بس ويكتب في الورقة دي على بيض من غير المبلغ ده اكتب اسمك واسمه اكتب اسمك واسمه واسمه هل بقي فيه تاريخ محدد في الموطوع؟ لا 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 بيترغش طب وأنا يعني مفوض هم بيتفقوا يعني أصد يقول إحدى دك إيه يكتب هو اسمه عشان ما يكتب ليش شخصة تاني أنا عارف بس هم بيتفاقوا مزيانة مثلا اقولك هتسددها ليونتازا بيكتب مبلغ لا احنا بنتفق ازا ما بيجو امان وسط الامانة بيقول بس هل في شهر عشرة تدهمني مثلا فبيتفق لا هو بيبقى يعني بس عارتك دفتر كده انا عارف لا لا في كعب صغير لا ايه بس هم مكتبش على صالة الامانة على الورقة نفسها لا مكتبش على الورقة لكن فيه تاريخ عارفين ان احنا ده لازم تسدده في اليوم ده بالظبت فان تمام بس التاريخ ده تاريخ منفاصل منفاصل واحد ده اللي احنا فيه بيني وبينك اتفاقنا والله نبعد عن وصالات الامانة خالص ونتعامل اللي حاول على الوقت ده ما نقدر اللهي انا يعني بدع المشرع ان يكون شوية في بتعديل المسألة دي تمام ضوابط شوية المسألة دي طب يعني انا لها هاعرض على صفحتكو ان شاء الله وديك نظر القانونية ياريت 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 جدا على الثقافة القانونية اللي ده تعالنا النهاردة وديك هتحلق يعني فقرة بتاعاتنا النهاردة فقرة مميزة جدا وياريت نخلي بالنا نخلي بالنا جدا ان فيه ناس كتير في السجون بسبب ان هما بيمضوا على وصولات امانة او كنبيلات او ان هما بيمضوا خلاص وايه ما بيبصوش للعواقب اللي بتيجي بعد كده لازم نفكر صح ويبقى عندنا ثقافة قانونية عشان منعشف المحظور ابدا ان شاء الله بعد الفاصل حي عندنا استغاثات مهمة جدا 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 وان شاء الله احنا يعني بتبشركم بحلول بنجيبها من خلال البرنامج وبنبزل مجود كبير فريق التحرير فريق الاعداد عشان خطر نوصل صوتكم للمسؤولين وفعلا بنحل مع بعض بعد الفاصل الاستغاثات فتابعونا مشاهدين الكرام رجعنا بعد الفاصل بنكمل برنامج حان الوقت فقرة الاستغاثات فقرة مهمة جدا واي حد بيتفرج عنها دلوقتي عنده استغاثة يبعث لنا على صفحة الشخصية رامل عقادة على برنامجنا على الفيسبوك حان الوقت يبعثونا واحنا هنوصل صوتكم للمسؤولين وهنتابع لحد ما نوصل للحل تعالوا نشوف الحقيقة انا عندي استغاثات كتير وكان في استغاثة كنا عرضناها استغاثة لرئيس الجمهورية ورئيس الوزراء ومزير الداخلية ومدير امن القارة ورئيس حي النزهة دي الحقيقة من سكان العقار رقم 34 احمد زكي متفرع من محمد رفعت امام جزارة التوحيد خلف كنتاك النزهة ومتفرع من جوزيف تيتو الحقيقة قمنا بعمل محاضر بقسم شرطة النزهة برقم 15 احوال نقطة النزهة الجديدة ضد احمد الطيب وعاطف مستأجر الجراج الذي يحوله المخزن عبارة عن مواد مخالفة والحقيقة هم كانوا تقدموا بشكوى حيث انه يوجد ساكنة بالعقار مريضة بالسرطان وعندها ولد من ذوي الاحتياجات الخاصة الحقيقة الاستغافة دي كنا عرضناها والحقيقة احنا عرفنا ان فيه رئيس حي موجود جديد واحنا الحقيقة بنوجه طبعا انتعرفين لما بيحصل تبديل رئيس حي وبيجي رئيس حي تاني فبيتيجي الملفات قدامه فاحنا النهاردة بنوجه خطابنا لرئيس الحي وبنقوله لازم نبص ان فيه الراجل بيقطع الماء عنهم والستة دي مريضة سرطان والحقيقة احنا بنقدم الاستغافة دي وان شاء الله يتم الاستجابة وهنتابع معاكو لحظة بلحظة واول باول ونشوف وصلت لفين ان شاء الله فبعا الحقيقة استغاثة تاني من عامر امين 82 سنة وصيب في حادث الحقيقة تم بطر قدمه اليمنى في مستشفى التامين الصحي في عام 2020 وهو بيقول حيث ان ابنائي سيد ورجب متوفين والام متوفية وبيطلب ابني علي عامر امين احمد عبدالله نجار مسلح وبيقول ان هو مقبوض او محبوس في قضاء مقيدة برقم 1745 او 1745 وقضية 2581 لسنة 2000 وهو بيقول ان فيه قضيتين احكام 31 سنة بسجن اتنين ودي النطرون هو بيطالب الحقيقة بالعفو او نقله لاقرب سجن عشان ظروفه الصحية وعشان بيقول ان هو 82 سنة طبعا روح القانون هي اللي بتتكلم والنهاردة لما يكون رجل مسن 82 سنة عايز بيطالب ان يحصل عفو لانه عنده ده ابنه طبعا بيقول اولاده متوفية وزوجته متوفية ما عندهش حد يخدم ياما العفو واحنا بندوم صوتنا لو ابنه فعلا بقى حسن سير وسلوك ان يحصل عفو عنه او الحل التاني ان هما يقربوا يروح لسجن قريب منه عشان خاطر حتى يبقى فيه لو فيه زيارات او فيه ان هو يقدر يشوفه فيعني روح القانون هي اللي بتتكلم معي الحقيقة استغافة من اميرة محمد عبدالخالق 41 سنة بتقول زوجي محمد يحيا فتوح عبدالحليم 42 سنة كان شغال في مجال الطبع وبعدها اتعثر في 2014 ومضى اصالات طبعا موضوع النهاردة قم اتكلم عن الاصالات وزوجي اتحبس واتحكم عليه 18 سنة نتيجة حاجات كتير هو كان اصالات وحاجات عليه خد 18 سنة سجن فيه شبين الكون بالمولوفية محبوس من 2020 وحاليا هي عايشة في شقة قانون جديد ب1000 جنيه في اكتوبر وعندي بنتي فريدة مريضة كلها وأطالب سيادة الرئيس والمسؤولين بنقله لأقرب سجن حيث أنني ليس لدي اي مصدر عايزة برضو يتنقل في سجن يكون قريب عشان بخاطر يحصل التواصل وكده لأن ظروفهم صعبة طيب حيا معايا استغاثة برضو من محمد علي السيد لرئيس جامعة الازهر يوجد خلافات بينه بن زوجتي بسانت عبدالعزيز تعمل ممرضة في مستشفى الزهراء الجميع تستحب الطفلة خمس شهور تستحبها للمستشفى ويوجد عزل داخل المستشفى وتوجهت للمديرة دكتورة تغريد ورفضت مقابلتي حيث أن هذا يتسبب في إيذاء للطفلة وعملت محضة برقم خمسة عشر ساعتاشر بالمطارية إهمال أيضا وتم عمل الحضور لها عند أغذ قولها ولم تستجب للطلب وكنت بالتوجه إلى الإدارة المستشفى وقابلت المستشار محمد ماهر مدير أشؤون القانونية ونزول إلى دكتورة نجلاء وكنت بكتابة مذكرة بالواقع بعد أكدهم من صحة الكلام ووجود ابنتي داخل المستشفى وبها عزل وهذا مخالف طبعا احنا وصلنا رسالتك يا سيد محمد علي لرئيس جامعة الأزهر وإن شاء الله يتم النظر في هذه الاستغاثة مش معقولة كل استغاثات بقى لازم يكون عندنا كده خبر مفرح حاجة كويسة جدا تهنئة من أسرة البرنامج وجده خالد ومن بابا وماما الأمورة ندين أحمد عادل بمناسبة عيد منادة كل سنة ونطيبة تهنئة من أسرة البرنامج طبعا لردين رضا محمد عبد الحميد طبعا ندين أحمد عادل طبعا مناسبة عيد منادة كل سنة طيبة ندين وطبعا قلنا محمد رضا محمد عبد الحميد ومكة رضا محمد عبد الحميد مناسبة عيد منادهم كل سنة وكلنا في صحة وسعادة وفرحة وسرور وأيامنا كلها يكون جميلة يا رب إن شاء الله تانية طبعا من كل أسرة البرنامج ليكم وكل حد بتفرج علينا عنده عيد منادة كل سنة طيبة بكرر تاني أي حد عنده قضية ملف موضوع شائك عايز ينقلوا الاعلام ده دورنا يبعتوننا وانا في صفحية الشخصية رامي العقاد بستقبل كل الرسال وبنبعثها هنا في البرنامج انا عزا اشكر حياة كل فريق العمل اللي بتعبوا معنا ربنا بارك فيهم عزا اشكر رئيس التحرير استاذ مصطفى حربي ومدير الاعداد وفريق الاعداد فريق كبير جدا وانتظر الحياة في الايام اللي جاية عندنا حلقات رائعة ومواضيع قوية جدا لكم انتم وبس بشكر كل فريق العمل اللي كنت معاكم في الاعداد والتقديم رامي العقاد وفي الاختام بهديركم بكل محبة وكل سلام الى اللقاء